السلام عليكم لبنات كديرين لباس عليكم باخير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الفقاس يجي سهل ومقرمش وبنين واهم حاجة ضغية يوجد تقريبا المجموعة كامل واحد ساعة او لساعة ونص بلا ما كيبات احتاج حاجة خليكم معي تعرفوا على المقادر والطريقة هنا عندي كمقادر عندي كاز دي الحليب دافي ضرور يكون دافي وكاز لارو بحل هكا دي اللوز الي بيتو في الماء او اللا تقدروا تديرو غير ساعة في المسخون غير ساعة وعندي نص كاز دي الزنجلين ما محمرش غير يكون منقي بحل هكا وزلافة ديال الزيت زلافة ديال السانيدة وربعة الحبات ديال البيض كاملين يكونوا كبار وصفر البيض ديال الحبة الخامسة وصفر خليتو باش ندهن بيه عندي جسة شيات ديال ديال الخمارة وعندي واحد المعالقة ديال حبة حلاوة واحد نص معالقة او لوحد القبيسة ديال الملحة تصحيح الدوق ودقيق طبعا على حساب الخليط انا غادي ندير عيني ميزاني غادي نبدأ ندير السانيدة هي اللولة وندير عليها دوك الخمسة ديال البيضات ناقص صفار ديال البيضة يعني ربعات البيضات مجموعين والبيض ديال البيضة الخامسة وغادي ندير معاهم الكاز ديال الحليب باش دغيه هديك السانيدة كالدوب حيتاش حليب دافي دغيه كالدوب ما كتعدبناش يمكن لكم هنا يتزيدوا واحد الفاني او اللفاني ديال الزهر حتي هيك الجيزوينة انا قلت بلاش نخلي بحالها كطبيعي هديك حبة حلاوة ووجنجلان غادي نتطلقوا ديالك هديالهم هديك شعليش مدرج هاش انا تقدروا تضيفوها تقدروا الله صافي غادي نخلطوهم زيان حتى نحسو بسانيدة دابت راها دغيه كالدوب كيف قلت ليكم الحليب دافي من بعد غادي نزيد هدك الزيت والمعايا لقاديال حبة حلاوة والسانيدة الملحق صافي فين ما غا نضيف الشي مكون غادي نخلط باش نمزج الخالط وغادي ندير في الاخر الجنجلان واللوز اللوز تقدروا تبيه يتوهلي لكاملة في الماء باش ما ياخس ضروري يرطاب في الماء باش من يبدو تقطعوا فيه ما يتهرش معكم الفقاس اولا تديروه غير ساعة في الماء سخون يكون الماء غلاء يكون المغلم زيان وتديروه في واحد زلافة وتخبب عليه الماء تخليه غير ساعة ره ضغية كيرطاب في المسخون سافي ومن بعد تصفي وعدها تبدو تديروه الفقاس يجي المنظر زوين ديالو ما يتهرش الفقاس ووالو ما يتهرش يجي كامل هو هذا هنا يبدي تنطيف في الدقيق بدرت جوج خمارات صافي وتبدو تزيدو الطقيقة على حساب الخالات عينكم ميزانكم المهم ما تخليوهاش خفيفة بزاف تكون تلصق بزاف ليدين وما تخليوهاش قاسحة باش ما يتشققش ما يتشققش معاكم الفقاس في الفران من يتديروهم حريب لات ودخلوهم الفران ما يتشقوش خلاص تكون بحل هيك تكون رطبة وباقى شوية كتلة صغير شوية وما تكونش قاسحة وبعدها هيا قدامكم كيفما كتشوفوا فيها هذا هو القوام ديانة كيفاش خاصة تكون ودقيقة ما يحتاجي تشهدك الكمية كاملة سافي غادي نشكلها على واحد الحربول كبير ومن بعد غادي نبدأ نقسم فيها باش غادي جوني القطع كاملين قد قد غادي ندير خمسة الحريب لات ونشو ما والرغبة ديالكم تقدروا تديروهم صغار تقدروا تديروهم كبار انا قدرت الفقاس متوسط ما صغيرش وما كبيرش قدرتوا عادي وصافين بقوا نشكلوا فيهم بحل هاكا بني يدينا وفيما تمالينا شي فقاسة خارجة في الجن بولا طال على الفوق ندخلوها بسبعنا ونبقوا ونحربلو خاص الفقاس يجينا لداخل ما يبقاش برا باش ما تطيحش ديك الفقاسة تقطاع او باش ما تتهرش معانا من يكونوا نقطعو كيفما كتشوفوا ضروري كندخلهم عادة كنا نبدأ نحربل فيهم وسمحوا لي على الإضاءة جيت الشمش شوية ما بيش دك شي مزيين حتى شك نصور بنهار ونبقاو بحلاكة عينة ميزانة اللي جيتنا غلية نقصو منها اللي جيتنا شوية صغيرة نزيدو فيها صافي درتهم بحلاكة فوحد طاوة مازاتهم شلي بخمسة الاخر درتها هنا بوحدها صافي وماستهم واحد شوية بإيدي بحلا قررستهم واحد شوية متخليوهم كيفما درتهم بومبي تقرسوهم باش ما يتشقوش هنا عندي صفر البيض تقريبا واحد المياه صغيرة القهوة والخل الحامض البيض عادي غير اللي كان المهم يحايد لنغيز صفور البيض سوف نخلطوهم مزيان حتى الدوب هاد نيس كافي او لهاد القهوة الدوب ونبدأ ندهن فيهم تقدروا تديروا الكاكاو في بلاس القهوة يجي كحل بزيف الساشيات قلت صافي بلايش ندير غير 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 القهوة صافي وكندهنوهم كام منين الفران طبعا يكون بارد دبرا نيت تدخلو عدا كنشعل حتى كنبغي ندخل عدا كنشعل الفران خذ الفران يكون بارد باش ما يطيبش دغي اللي يتحمر دغي ويبقى اختار مالداخل ونقصو عليه نعطوه حقه في الطياب يطيب بالمهل غير بشوية صافي بعد مدهنتهم كاملين غادي ناخد واحد الفرشيط او لواحد الشوكة وغادي نبدأ نزين فيهم على الحزب الرغبة انا قدرت ليهم هات الشكي ليش كاكاو كيجي الشكل بيت كتر كيجي وزوين كتر غير كانت القهوة هي اللي موجودة عندي دابة قدامي درت عقز سعلا نبقى نحل دو صاشيات وندير ما غاديش ننضير صاشية كاملة غادي بقى منها غادي غير يتخوة يطلا هم ندير القهوة كيجي حتى هي زوينة غير إلا عندكم الكاكاو وكان تكدي العبار تدير درت هات شكل بحل هيك صافي وغادي ناخد واحد الكوغ دو أو واحد الموس اللي يكون رقي ووق مزيان ونتكهم ثلاثة المرات الفوق والوسط والتحت دارور انتكوهم هات ثلاثة المرات يب الموس يب الكوغ دون باش ما يتفزروش أو باش ما يتشقوش في الطياب صافي بعد ما طيبتهم فزقت هاد هاد السربيتات مزيان واصرتهم وقدرتهم عليهم خليتهم واحد الساعة تقريبا هنا يراهم ما بيردين غير واحد الساعة صافي وغندا نقطع فيهم هنا كيف مشتوا الطياب ديالهم كيجي خفيف ما يبقوا لنا بيضين من التحت أنا غير الفران عندي من تسخن بزاف من هاد شعل لاش فيهم من شوية للك حال من بعد غادي نحيد وغادي نوريكم الطريقة باش غادي نتحيد وغا سهل بلا ما كدت تهرس معنا الفقاس بلا حتى شي حاجة غادي هو رمازال سخون كيف قلت لكم رمابيتو ما خليتو بزاف تقريبا غير واحد ساعة هنا غادي ناخد موس اللي يكون ماضي ماضي مزيان يكون رقاوق ونقطعوه تقدرو تقطعوه مقاد تقدرو تقطعوه ميل باش يجيكم طويل انا قطعتوه ما مقاد ما ميل شوية بين وبين والصمك يكون تقريبا قد قد باش ميجيكم مختلف هذا وش شكل ديالو شوفوا اللوز ما كيتهرر سمح حتى شي حاجة وغير في اللخر ديال اللوز تقطعوها ما كيتهرر دغية دغية كيتقطع صعفوا نكملوا على الكمية كاملة بحال هاك وهذا كش اللي قلت لكم كان كحال بفران بحال هاك تحرق شوية من التحت كان نبقوا نقطعو حتى نوصلوا لحداه ما نقطعو شتى نحكوه بحال هاك نقطعو ناخد واحد الحكاك نحكوه في الجهة الرقيوقة رمك يتشرس ما حتى شي حاجة نحكوه شوفوا كيف شك يولي صاف بحال ما محروق ما حتى شي حاجة صاف تكتر من لونها او لا صاف هنا ستفت في الطاوة ودخلته باش غادي نحمره في الفران ضروري العافية تكون فوق منو نديرو هل تحت العافية مهية كيف ما كتشوف هاي فوق منو ونبقى نقلب فيه وحدة بوحدة رك معارفين الطريقة وهذا هو الشكل نهائي دي الفقاس العافية تكون مهية باش يجينا مقرمش متكون مجاهدة باش ما تحركش من الفوق ويبقى خضر من الداخل او هكا كيجي مقرمش كيجي زوين 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 بزاف كيجي مغز غز كيف ما كان قولو انتمنى ان هالطريقة تعجبكم وتجربوها كيجي بنين 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 بزاف انتمنى انكم تجربو إلا اعجبكم الفيديو لا تسوج تعموني باللايك وتشتركوا معي في القناة السلام عليكم